السلام عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة تحليه بدوق الكرامل والشوكولات جيب زيف بنينة وخفيفة طريقة تحضيرها سهلة تبعوا معي الوصفة وطريقة التحضير في هذه التحليه نسحقو شوكولات مئتين جرام شوكولات انا استعملت هادلو شوكولات بخاليني تجمو تستعملو في بلاستها شوكولاولي نقطعوها قطع صغيرة ونديروها في الميكروند الدوب بدينا بالشوكولات هي اللولة باش نخلو لها الوقت باش تبرد مورمى الدوب نخلوها على جهه حتى تبرد النمليح مليح مستعملها شوية حامية نسحقو ثاني مئتين ميللات وتع كريمة سائلة كاملة الدسم اللي كنا دلناها عشرة دقائق في الكنجيلاتور وبعد نزيد معها مئتين وخمسين جرام ماسكاربون الماسكاربون كانت في الدلاجة نستعمل الباتر ونضرب كل شفاء رحبة نحتل اللي تطلع لي مليح الكريمة ونتحصله على انشانتية تكون متماسك هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه الكريمة السائلة كي تكون برد مليح سيطلع لكم بالخف شوكولات بعد ما بردت غادي نزيدها فوق الكريمة ونكمل انطلعها على بيها اقول لكم الشوكولات بداو بها هي اللولة باش تلقاوها بردت ما تستعملوها شو هي حامية سينو غادي تخسر لكم نخلط كل شوية ونبعد نحكم السباتيول ونزيد نخلط مليح من تحت الفوق حتى اللي تندمج لقاع الشوكولات مع الكريمة اللولة نخلي الكريمة تعي في الثلاجة على جهة ونكمل باقي المكونات نسحق ثانية علبة بيسكويت انا استعملت بيسكويت سبيكولوس يجي بزاف بنين في هذه التحلية نطحناها مليح في الروبو ونزيد عليه تقريبا نزوج مغارف كبار زبدة اللي كنت دوبتها ما نكتروش بزاف زبدة سبيكولوس جاي ديجا طري ومع السل نخلط كلش وهذا هو القوام اللي تحصلنا عليه نخليها لاجيها هنا عندي ليفاقين اللي نحاض غادي نحضر فيهم نقدم فيهم التحلية استعملت ليفاقين صغار هنا في الفيديو رمي يبانو كبار شوية هما صغار مشي كبار بزاف ندير الطبقة اللولة تعال البيسكويت ندير كمية مليحة قريبا نزوج مغارف صغار معمرين نسق من مليحة البيسكويت لتحت باش الطبقات يجوني باينين الكريمة كنت درتها في اون بوشا دوي باش الخدمة جيني نقية وسهلة نبدأ ان ندير الطبقة تاع الكريمة فوق البيسكويت كما كنت تشوفون سيو الطبقات نخلوهم باينين باش الشكل تاع التحلية يجي شباب ام بعد نزيد فوق الكريمة كمية من الكرامل هاد الكرامل كنت حضرته مقبل الوصفة كينا في القناة تتاعي ولا في الصفحة راهي موجودة وصفة سهلة وناجحة كما كنت شوفو الكرامل راني درته في قاع فلوتوخ تاع الكاس تاع اللي فيغين باش يجيني باين ونبعد نزيد كمية من البيسكويت سبيكولوس مطحون ونكمل الطبقة الاخيرة بالكريمة ترتيب تاع الطبقات على سبب دوقت تاحكم انا درت طبقة بطبقة باش الطبقات تتوعيجوني باينين وشكل تاع التحلية يجي شباب اهنا يازد عمرت ملاح اللي فيغين وراني نسجن فيهم بالمغرف ونبعد ندخلهم للتلاجة ونخليهم يبردوا ملاح الاقل زوج سوايا مادام يبردوا ملاح الكريمة جي حاكمة روحة وزيت ثانية تحلية جينا باردة وبنينة ومبعد التزيين هنا اختياري كل واحد يزيين على سبب دوقت تاعه انا بعد ما بردو ارشيتهم بالكاكاو من الفوك وزيتهم بقطاع تاع الشوكولة كما كنت شوفو الشكل تحام جاشباب بزاف طبقات تاع الكريمة والكارامل والبيسكويت جاو باينين مام الدوقت تاع حام جاشباب بزاف هاد تحلية جيبنينا خاصة للناس اللي تبغي دوقت تاع الكارامل مع شوكولة هاد تحلية غادي تعجبهم بزاف هادي كانت الوصفة تعالي ومشاء الله تكون عجبتكم واتلقوا في وصفات جديدة ان شاء الله اشتركوا في القناة